موسيقى قاعدة ذهبية تحفظها في الشريعة إن الحسنات يذهبن السيئات يعني السيئات بتمحى والحسنات لا تمحى علشان ربنا سبحانه وتعالى يفتح باب الأمل لكل واحد أخطأ أنه يصحح مساره لكن القاعدة دي لها استثناء في ذنب لو تعمل بيمحو حسنة من أهم حسنات وأعمال المؤمن ألا وهي الصدقة الذنب ده اسم المن والأذى اسمع الآية الأول بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وبعدين ربنا قال قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يعني تقول للشخص اللي محتاج كلمة حلوة أحسن ما تتصدق عليه وبعدين تأذيه بالمن والأذى وبعدين ربنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى فأثبت إن المن والأذى بيبطل الصدقة المن إن أنا فكرك إن أنا أعطيتك ففكرك بفضلي عليك والأذى إن أنا أجرح مشاعرك بإن أنا فكرك باحتياجك إنت ناسي ناسي نفسك إنت كنت مين وسر إن المن والأذى بيبطل الصدقة إن العبد بينسب الفضل لنفسه وينسب العطاء لنفسه وينسب المال لنفسه ومن ثم كمل إنت بقى المنظومة ودي الثواب لنفسك ملكش عند ربنا حاجة والحقيقة إن المال مال الله والكرم صفة من ربنا تجلى عليك فخلاك كريم واختار إنه يخلي الفلوس معاك إنت أو العطاء معاك إنت واختار لك إنه يخرجك من شح نفسك شوف ربنا يقول ومن يوقى شح نفسه يوقى يعني في حد وقاك من بخلك وده كان بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى فبعد إنفاقك من مال الله بتوفيق الله يخلف عليك سبحانه وتعالى وبعدين الواحد يكذب ويقول عملتلك أنا لا شيء وهو كل شيء سبحانه وتعالى فادعائي إن عملتلك حاجة ده كذب وكم من إنسان محتاج لكنه سخط على الله سبحانه وتعالى بسبب إن اللي تصدق عليه كان منان ومؤذي فجرحه فالمحتاج ده قال لربنا ليه رب كده جعلت حاجتي بيد من آذاني عشان كده سيدك النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم الحنين حذر اللي يكسر خاطر الغلابة بالمن والأذى قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم منهم المنان العمل يأذي الناس بالمن والحقيقة إن يوم ما أي حد فينا تصدق أو أعطى أي عطاء ده كان واجب عليه وده كان من شكره لنعمة ربنا سبحانه وتعالى والحقيقة إن أي حد فينا بيتصدق أو بيعطي أي شيء بيعملها لنفسه لأن الملايكة كل يوم بتدعي بتقول اللهم أعطي كل منفق خلفا فالملايكة بتدعي لك فأنت عملت ده لنفسك لشان كده العلماء نصحونا نصيحة من الآية اللي ربنا بيقول فيها إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورة العلماء قالوا لنا لما تدي حد حاجة لا تسألوا حتى الدعاء بعد العطاء ما تعملش كده بل ادعي أنت لنفسك لأنك في مقام شريف بعد عمل صالح خدوها من أنهي آية خدوها من آية سيدنا موسى يوم مساعد البنتين المحتاجين للمساعدة فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فاستجاب ربنا دعوته لأنه في مقام شريف بعد عمل صالح فأنا اللي أدعي لنفسي مش أسأل الشخص اللي اديته حاجة إنه يدعي لي لأن ده في مقابل العطاء فلا تسأله حتى الدعاء يبقى علشان ما تبقاش عندك من ولا أذى رقم واحد لا تذكر من أعطيته بعطائك يعملها لوجه الله وإنساها رقم اثنين لا تطلب منه توقير واحترام زائد دمان خفي أنا أديتك بأحترمني دمان خفي رقم ثلاثة احمد ربنا دايما بعد العطاء أن جعلك من أهل العطاء وأنه وسع عليك حتى لا تكسر قلب المحتاج وتفقد ثواب الصدقة بالمن والأذى فاللهم بارك لنا يا مولانا فيما أعطيت واصرف عنا يا مولانا شر ما قضيت ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة